الآن من طهران ينضم لينا سيد هادي أفقهي الدبلوماسي السابق مرحبا بك سيد أفقهي مساء الخير كما جاء في تقريب زميلنا قبل قليل في تقريره يقول هناك خيارات عدة مطروحة أمام صناع القرار في طهران لكن من خلال التصرفات الإيرانية المؤخرة يبدو وكأن الخيار المطروح أمامها الآن فعليا والذي تنتهجه طهران هو التصعيد والتحدي بسم الله الرحمن الرحيم لك التحية والمشاهدين العزاء الحقيقة الذي بدأ وافتعل هذه الأزمة مع كل الأسف هي وكالة الطاقة الذرية ومن ورائه أمريكا والدول الثلاثة التي ما زالت معنا على طاولة الحوار يسمى بمجموعة الأربعة زائد واحد أقصد فرنسا وبريطانيا وألمانيا وفضلا عن أنهم تهربوا وتنصلوا عن تعهداتهم وحوارات المرحلتين السابعة والثامنة مع كل الأسف مع كل الضمنات والتوضيحات والآليات التي قدمتها إيران ووصلنا إلى تفاهمات كثيرة وإذا بأمريكا يقلب الطاولة على الجميع لأنه يريد أن يزوج ملفات أخرى كما صرح اليوم السيد أمير عبداللهيان وعلى رأسها موضوع أمن إسرائيل وهذا خط أحمر لا تقبله إيران الموضوع الثاني تعامل وتصرف السيد جروسي الذي كان مدعاة للاستغراب عندما طار إلى تل أبيب والتقى بنفتالي بنت وهي إسرائيل لم تكن عضوا لا في وكلة الطاقة الذرية ولا تقبل التفتيش ولا تلتزم بمعاهدة MPT وتقوم باعتداءات مكررة على منشآتنا وعلى علمائنا فكيف للسيد جروسي يستمع للرواية الإسرائيلية المفوركة ولا يستمع إلى الرواية الإيرانية وهوزار إيران أدت مرات وعترف أنه إيران تتعامل بشفافية وبصدق وإذا به كذلك يقلب الطاولة على الجميع ويثير قضية يعني تم حلها قبل 11 سنة وهي موضوع تلوث بعض المحطات المحطات الثلاثة في إيران فواضح أنه أمريكا هي التي كما صرح بايدن ترفي بنفسه أنه نحن قلنا للوكالة أن تخفف شور المحافظين أن تخفف من لاجتها إذن الوكالة الآن هي مصادرة وليس لهم إرادة وكلما تتعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية لن يكن هناك تكافؤ أن نطرف المكالة والشخص السيد جروسي للاستجابة على هذه التعاون بالتنصل من تعهداتهم والالتزاماتهم في المقابل الحديث الآن الذي يدور في طهران هو منقشة موضوع تهليق العمل بمعاهدة الحذر النووي أليس هذا أيضا خطوة من قبلكم باتجاه التنصل من التزاماتكم الدولية لا لا هذا العمل الذي الآن تقوم به منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يستند إلى مادتين نصتها في نفس الاتفاق الذي أبرم عام 2015 المادة 26 والمادة 36 تنص أنه عندما تتنصل أي دولة من الدول الموقعة على هذا الاتفاق يحق لإيران أن تتعامل بالمثل هذا يتعلق بالاتفاق النووي الذي هو حجر الأساس فما بالك عندما تأتي وكالة الطاقة الذرية وتضرب كل معلوماتنا وتعاوننا وشفافيتنا وصدقنا معها وتذهب إلى إسرائيل وتأثمر بأوامر السيد مفتال لبنت هذا لا تقبل إيران والآن أخي العزيز ناهيك عن تصرفات منظمة الطاقة الإيرانية هناك الآن دخل مجلس الشورى الإسلام على الخط وهذا الأخطر أنه ربما نوقف أساسا التعامل مع مكادة الطاقة ما الفائدة أن نحن نقدم معلومات وتذهب المعلومات إلى الـ CIA وإلى الموساد ويقومون باغتيال علمائنا ونسف مؤسساتنا النووية إذن هم الذين بدأوا هم الذين يجب أن يلتزوا بما تعهدوا عليه ولا يمكن أن تتحرك إيران في طريق اتجاه واحد الطريق ذات اتجاهين عندما تلتزم أنت أنا ألتزم عندما تتنصل وعندما تتهرب وتتهم وتفبرك وتضرب لا يمكن لإيران أن تسكت بل سترد صاع صاعين طيب أود أن نسألك عن موضوع الرادارات التي نصبت في مناطق محيطة في الخليج هناك تهديدات إيرانية بمواجهة هذه الدول وأنها لن تسكت عن هذا التصرف ما دعس إيران قائمة به في هذا الصدد بالمناسبة أنها أصبحت الآن محاصرة حتى من جهة الخليج أصبحت هناك رادارات إسرائيلية ترقب تحركات إيران لا هذه بضربة واحدة كل هذه في الحقيقة تتبخر رادارات وهذه القصور المشيدة إذا أرادوا لا سمح الله أن يتفقوا مع الإسرائيلي وكما تتفضل حضرتك يريدون محاصرة إيران إيران أكبر من أن تحاصر الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 سنة هي متواجدة في هذه المنطقة ولم تستطع أن تثني إيران فما بالك به عدو الآن هو يعني يؤسس لجدران وحصار يحاصر نفسه في الداخل ومأزوم الآن فيه على المستوى السياسي وكابينة وزارة نفتة لبن في الحقيقة في طور النيار نحن نصحنا هذه الدول نحن معهم على اتفاق نحن الآن ليست عندنا مشكلة مع السلطنت عمان ولا مع قطر هناك اتفاقات تجارية عالية نحن الآن في حوار مع السعودية نحن في علاقات طيبة حتى مع الإمارات يعني مع أنها طبعت ولكن عندما زارنا السيد طحلون بن زايد قلنا لهم قلنا لهم أنتم أتيتم بعدو وبنظام عنصري يقتل الفلسطينيين ويعيث في الحقيقة الفساد في المنطقة فما الضير إنه لو نحن نتفق بدون وجود أمريكي وبدون وجود إسرائيلي نحن الآن في طور الاتفاق نحن الآن في طور تبادل التجارات يعني حتى على مستوى متدني على المستوى الدوليون والإمارات ولكن بقي مستوى التبادل التجاري عاليا إذن نحن نريد أن نوفر الأمن فيما بيننا لا يأتينا الإسرائيلي بدعوة أنه يريد أن يحمي هؤلاء من خطر إيراني متى تعرضت هذه الدول لخطر إيراني؟ كلما قامت أمريكا بقرصنا نحن الذي حافظنا على أمن الخريج الفلسي كلما قامت إسرائيل بضرب سفينة نحن الذي ردعناها إذن نحن نريد الخير للمنطقة ونريد أن نتفاهم إن كانت هناك إشكالية أخي العزيز يجب أن نجتمع حول طاولة واحدة ونحن نرحل مشاكلنا لا أن يأتي الإسرائيل يعبث بأمن المنطقة ويزرع رادارات أو غير رادارات أو صواريخ شبه هذا يضر بأمن المنطقة ويضر بمصالح وشعوبهم في نفسهم سيد هادي أفقه ديبلوماسي الإيراني السابق من طهران شكرا لك للإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى مركز العربي لرسل منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع دينا الآن شكرا بدر مشاهدين لا يزال الملف النووي الإيراني يشغل حيزا واسعا من تفاعل المغردين فوسط تعطر الخطأ نحو التواصل للاتفاق نووي إيران تدرس تعليق العمل بمعاهدة حضر الانتشار النووي وتحذر الدول المجاورة من العلاقات مع إسرائيل بعد الكشف عن تركيب رادارات عسكرية إسرائيلية في المنطقة قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي ردا تنكسيري حذر من السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في المنطقة لما تمثله من تهديد من الأمن والاستقرار بعد أن كشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن جيش الاحتلال نشر منظومة رادار في دول بالمنطقة منها الإمارات والبحرين أستاذة العلاقات الدولية بريندا شافر ترى أن إيران جردت من أوراق قوتها وتشير في تغريدتها إلى قطع ساعات العمل الحكومية بسبب نقص الكهرباء تضيف أن إيران تجلس على ثاني أكبر احتياطي للغاس الطبيعي في العالم ومع ذلك لا يمكنها توفير الكهرباء لمواطنيها وتتساءل ماذا يقول ذلك عن قوة مؤسسة الدولة فيها في حين يرى الأكاديمي سيد ميراندي أن الولايات المتحدة هي من أخطأ في استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدال الضغط على إيران لتقديم تنازلات ويضيف أن واشنطن راهنت وخسرت الرهان فإيران ستقلس الآن التعاون مع الوكالة وستنظيف توسيع برنامجها النووي وعن احتمال خروج إيران من معاهدة حضر الانتشار النووي يتساءل الكاتب والباحث السياسي مصادق بور عما إذا كانت هذه الخطوة ستصب في مصلحة إيران من عدمها لكن الكاتب محمد الحكيم اعتبر أن السكون والتعثر الغريب في الملف النووي الإيراني أمر يصب في المصالح الإيرانية من أجل الحصول على صفقة أفضل وتنازلات أقوى من الجانب الأمريكي فإيران برأيه تعلمت من أين تمسك الأفعى وفي الختام هناك من يرى أن إسرائيل نجحت في عرقلة المحادثات وجلبت اللعبة إلى ميدانها يقول الكاتب جايسون برادوسكي إنه من المثير للاهتمام أن الرئيس الأمريكي بايدن سيكون في إسرائيل في الرابع عشر من يوليو وهو تاريخ الذكرى السابعة لخطة العمل الشامل المشتركة الإيرانية لعام 2015 نصل الآن إلى نهاية هذه الإطلاق نعود لاستكمال بقية محطات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر